اليوم سأخبركم عن أحسن وأرخص product ستجدوهم بالسوق لبشرتكم دعونيكم معي كثير منكم يحبون يستعملوا skin care products ويحبون يحتمون ببشرتهم لكن مشكلة السهر في كثير من product بالسوق أسعارهم ليس معقولة كثير غالية وكثير صعب أن أحد يعرف ماذا يجب أن نستعمل وأكيد صعب أن نقب نصرياتنا على product لا نعرف إذا هينيسوا ببشرتنا أو لا لأن كل واحد بشرته مختلف عن الثاني بهذا الفيديو سأخبركم ما هي الماركة التي ستعملها كل يوم الصبح والليل تلاقي نتيجة البديئة وكيف ستعملهم إذا هذه الأول ما تحترون للشانيل أنا جوزيف وهذه الشانيل اسمها skin fits skin fits هي مجموعة training بعملنا على social media تخبركم أكثر عن البشرة وكيف يمكنكم تعطنوا فيها البراد الذي أحكي عننا اليوم اسمها the ordinary في الكثير من البراد الذي يجب في الكثير من الأساس في الكثير من البراد الذي يجربون يبيعوا product منذ ما يكون فيه اي responsibility منذ ما يهتمون أن الواحد يجب أن يشاهدون عن هذه البراد هذه الشركة طلعت شيء اسمه the ordinary هي range of product مجموعة هي هدفها أنه توسل كل شيء معروفين ومدرسين عنده النتائج للشعب كله فحسب كل واحد شو مشكل بشرته فيه البراد الذي يستعملون حتى يلاقي النتيجة الباكتينج طبعهم كتير سمبل ويمكن ما فيكم تفرق أوبانات من قلما تقروا على كل واحدة وهذا لأنه جربوا قد ما فيهم ينزلوا السعر حتى يقدروا يوصلوا هالproducts للكل والفكرة هي أن كل واحد من هذه البطلز حق أوبان ال four to nine pounds وهذا الشي بخلينا أنه ننزل up to three of them فنحطها ثلاثة مع بعض تنعمل في الكوكتيل ونلاقي أحسن نتيجة حسب مشاكلنا أكيد فيكم تستعملوا واحد لحاله أو تستعملوا اثنان أو ثلاثة حسب انتوا تصلوا لنتيجة أخليكم معي إلى آخر الفيديو وتخبركم وين فيكم تستعملوا هالproducts وبيألخص طريقة بس هلأ أخبركم شو أنا بستعمل على وجهي كل يوم الصبح وكل يوم بالليل لازم تتبهوا أنه في أسس ما بتنخلط مع بعضنا مني على نفسها تتبعوا ويحطوا مثل ال guide بحطوا instructions شو مفروض تمزجوا مع الثاني أو شو ما فيكم تمزجوا مع الثاني أنا أكيد تشايفون ودرسون وعن بحطيكم شو أنا بستعمل أسس تثبط مع بعض أكيد لازم تنتبهوا ما تمزجوا أسس كثير قوية مع بعضها لحتى ما تضروا بشوتكم هذه الproducts هنا عبارة عن سيروم يعني نستعملهم بعد ما نغسل وقبل ما نضع الموستوريزر أول product بستعمل الصباح هو ascorbic acid plus alpha arbutin وهذا هو عبارة عن vitamin C vitamin C معروف أنه anti-oxidant عنده منافة كثير من فوايده أنه بفتح البشرة بشيل صبغات بخلي لون البشرة يصير موحد وكمان عنده منافة أنه بيحمي البشرة من UV rays من الشمس أول ما نضعه منحس أنه شوية هو تكتور تبعه oily بس هو منه oily ما فيه شيء oil بعد اقتين بروح للشور الثاني product بستعمل الصباح هو reseveraterol plus ferulic acid وهو تلك الاثنين هم منفعهم أنه يساعدون vitamin C يعمل شكلته أيضا anti-oxidants وكمان they are both plant derived ويساعدون أن يكونوا anti-aging ففي منافعة بالاثنين اخر product بستعمل الصباح هو matrixyl plus hyaluronic acid الماتريكسل المعروف أنه كثير من منافع بالanti-aging بساعد على تخفيف fine lines والتجعيد أما the hyaluronic acid منافعه أنه يجيب الرطوبة من الهواء ويحطها بالبشرة وهذا الشيء بساعدنا أنه تبين البشرة فيها حيوية حووية حووية فيها حيوية وفيها كتير energy فمثل ما شفته استعمال لهذا product الصباح عنده هدفين هو الحماية من العالم الخارجية وهذا باستعمال anti-oxidants وكمان الهدف الثاني هو شيت كل شيء شوايب بالوجه مثل البقع ومثل wrinkles هيدا كله هيدا كله حيساعد أنه حسن بشرته أما بالليل هون البشرة عم بتعمل هي لحالة رجل عم بتجربة تحسن حالة هي بالليل فأنا علي أنه هون ساعدة تحسن نفسها أول شيء بحب استعماله بالليل هو BHA وBHA معناته salicylic acid منافع على salicylic acid أنه بيعمل تأشية كتير خفيفة للبشرة بينضف البورز من جوة بيشيل البلاك هيد وكمان بيخفيف ظهور المسام خرينه يبينه شوية صغار للأسف أنا ما لقيت the ordinary salicylic acid لأنه كنت عم بشتري it was out of stock وما تتفاجأ أنه في كثير قصص ستكون out of stock لأنه هين دي البراند كثير ما تضغبه في كثير عالم منزل البرودكت الثاني هار بيختفي لازم تلحقوا حالكن البرودكت اللي أنا عم بستعمله هلأ هو من نكسير سكن اسمه night switch BHA AHA وهيدا بيعمل نفس الشي فيه BHA salicylic acid وينضف البورز بيعمل كل ما نافع نفسه أكيد بس تخلص من هيدا ستجرب جعجيب the ordinary one ثاني شي بيستعملوا بالليل هن line cinamide و zinc these two ingredients معروفين أنه أقوى شي لحمايتكم من الحبوب فإذا عندكم مشاكل كثير والحبوب عبشتكم لازم تستعمل حوضل 2 عادة عن محاربة الحبوب كمانا it's antibacterial بيشير كل شي بكتيريا بيقدر الحبوب آخر بيستعملوا بالليل هو euk 134 منافع euk 134 إنه it's an antioxidant هو بيساعد على تخفيف كمانا الأحمراء بالوجه يعني بعاني منه دائما أنتو عم تشتروا على skin care يدوروا على ال antioxidant لأنه هن أكتر شي بيساعدوا لحماية بشرتكم هل أخبركم وين فيكم تحصلوا على products online إذا أنتو باللبنان فيكم تحصل عليهم من asos.com أما إذا أنتو بالخليج بنصحكم تستعملوا cult beauty أنا شخصيا بما أنه عايش بالكويت أحب استعمل cult beauty cult beauty أول شي بيعطينا الoption يستعمل يا DHL يا RMX أنا بفضل DHL فأنا دائما بستعملوا وبيعتوا free delivery بس نصل على حد معين I think 40 pounds كمان بحب استعمل cult beauty لأنه هو الموكع الوحيد اللي بعرف عنه اللي بشيله taxes عن products تبعهم أول ما تروحوا على website تتنقوا your products حتشوفه ثاني معين بس هتروحوا على check out حينزل السار لما هيشيلوا كل شي taxes موجود عليهم فبما أنه ما بدفع taxes وما بدفع delivery بدل بس ادفع custom beauty اللي هي مضطر ادفع كل ما أطلوب أي شي من بره وهذا شي طبيعي هيدا كان فيديو هيدا جمع نصرتكم المصادفة خبروني بالcomments تحت شو هن المشاكل تبع بشرتكم وأنا بنسحكم ب ordinary products بجاربوا يحل لكم هالمشاكل وقبل ما خلص هذا الفيديو بس بدي وجه تحية لمحمد من عراق اليوم عيد الصبح لقيت messages كتير منك محمد thank you so much على كل التفاعلات الحلوية تبعو لك thank you لكل التفاعلات أنا هيدا الشيطير يبسطني أبخارين دال منكم من معكم thank you so much for watching bye